بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عيد المحبة والسلام وتأكيدا على حالة التعافي التي تشهدها مدينة حمص أقامت مطرانية الروم الأرسازوكس بالتعاون مع مديرية السياحة والثقافة بحمص أمسية ميلادية في مبنى مسرح دار الثقافة تحت عنوان ميلاد النصر بدأ من حلب عيد الميلاد في سوريا اليوم هو عيد ميلاد الوطن عيد ميلاد السلام عيد ميلاد المحبة عيد وطني بكل امتياز بمشاركة كل أبناء شعبنا هي تحية وهي صلوات من أجل السلام في سوريا وهي أيضا كل التقدير والاحترام عبر هذه المناسبات إلى شهداء سوريا وإلى من ضحها من أجل أن تبقى سوريا عزيزة كريمة المحبة السلام الفرح لكل أبناء سوريا هذه هي الرسالة رسالتنا اليوم هي رسالة الميلاد والسلام أكيد يعني وبنفس الوقت أكيد نحنا بنقول أنه في عنا رسالة فرح بنقدمة لكل العالم وخاصة أنه في عنا يعني حدث مهم كتير كتير أنه بهاليومين الماضين يعني صار في عنا الشيء المنتظر جدا هو أنه تحرير مدينة حلب يعني وإن شاء الله لما تتحرر كل بلدنا سوريا ويعمل فرح والسلام ويعمل ويقام ويرجع الأمن والأمان لهالبلد هاي تضمنت الأمسية قراءة عدة تراتيل إنجلية ويسوعية وأداء عدة ترانيم ميلادية ومقطوعات مسيحية رفعوا من خلالها الصلوات من أجل عودة المحبة والسلام والاستقرار لكل ربوع سوريا إن شاء الله بنعاد عليهم الخير والصحة وإن شاء الله هيك صح الأحوال وكل شي برجع لحاله الله يخلي لنا هالجيش اللي حمانا وخلانا لحد هلأ ساتنا بعدنا ببيوتنا وهو عم يتحمل ويتعذب بالبرد وبالشتي وبالتلج وبعد واقف وصابر على الطريق لحتى يأمننا نحن المستقبل المنيح بقل له كل عامنش بخير وإن شاء الله يا رب بلدنا وهني بألف خير كل سنة وطننا بخير كل سنة والعالم بحبة وترجع كل شي مثل ما كنا بعد نهاية الأمسية أضاء المشاركون شجرة الميلاد في ساحة مبنى المركز الثقافي متمنين عودة الأمن والاستقرار لكافة ربوع الوطن كما أعاده رجال الله في حلب الانتصار